اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرة في وزيرة السياحة على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده تلك العلاقات من تطورا ونمو مستمر في مختلف المجالات جاء ذلك بمناسبة تدشين شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين لرحلات مباشرة إلى كل من مدينتين جوانجو وشنجهاي وموضحة أن السوق الصيني يعتبر من أبرز الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية السياحة 2022-2026 لما يحتويه من فرص سياحية واعدة للمملكة والمنطقة ككل مؤكدة أن العمل مستمر مع القطاع الخاص لإطلاق باقات سياحية للسياح الصينيين أوضحت السيرفي إلى أن وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعملان حاليا على دراسة اهتمامات السائح الصيني والإطلاع على الثقافة والعادات الصينية بهدف استخطاب عدد أكبر من الزوار الصينيين مشيرة لورشة العمل التي أقامتها الهيئة مؤخرا لهذا الغرض لأكثر من مائة وكالة سفريات ومدراء وجهات سياحية ومؤسسات فندقية موسيقى موسيقى موسيقى